اشتركوا في القناة مدينة اسطنبول ذات الكتافة السكانية التي تتجاوز 15 مليون ناس عما كانت تجد ساكنتها صعوبة في التنقل بين الضفتين رغم وجود جسور وهي عددها 3 جسور تربطوا الضفة الأسيوية مع الضفة الأوروبية ولكن هذه الجسور لم تكن تحل المشكل مما اقتدر بصانع قرار سياسي في تركيا أن يحشد المونتاج المالي والمؤسساتي والهندسي لإنجاز ورش من الضخامة بمكان ألوى هو هذا الورش ديلا نفق بحر مرمرة نحن الآن نمشي في النفق تحت البحر على مدى كما قلت 10 كم وأتمنى من المسؤولين المغاربة أن يستلهموا مثل هذه المشاريع ليس فقط في تركيا بل في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وفي كندا وفي إنغلاطية إلى آخرين حتى يسعوا إلى تمكين المغرب من مثل هذه الأوراش لتجويد عيش المغاربة وما ذلك على الإنسان صحب لو توفرت الإرادة لدى صنع القرار السياسي في المغرب